مشاهدين الكرام أعزائي الطلبة والطالبات وحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس جديد في مهارات اللغة العربية للمستوى الثالث ضمن برنامج صعوبات التعلم في مدارسنا لازلنا الحديث عن قواعد اللغة العربية واليوم سنتناول أدوات الاستفهام فهيابنا جميعا إلى درسنا في هذا اليوم كالبداية البداية دائما بالكفاية أن يوظف الطالب القواعد النحوية التي درسها ونتحدث اليوم عن أدوات الاستفهام نبدأ بالأهداف أهداف درسنا لهذا اليوم أن يتعرف الطالب مفهوم الاستفهام أن يتعرف الطالب أدوات الاستفهام أن يستخدم الطالب أدوات الاستفهام في مكانها الصحيح أن يطبق الطالب القاعدة في حل تدريبات أدوات الاستفهام هذه الأهداف الأربعة سوف نحققها بإذن الله تعالى في درسنا لهذا اليوم نبدأ ببسم الله ما هو الاستفهام؟ أريد أن نتعرف هذا الاستفهام من الاسم أستفهم أي أريد أن أفهم أريد أن أتعرف على شيء لا أعرف ولم أفهمه فالاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما للسائل على افتراضي أنني السائل فأنا أسأل هنا أين تقع مدينة الطائف؟ أين تقع مدينة الطائف؟ أنا السائل لا أعلم أين تقع مدينة الطائف فأسأل شخصاً آخر عن مدينة الطائف في أين تكون؟ فأريد أن أتعرف أو أن أفهم أو أن أصل إلى معلومة أفتقدها فيجيبني أن مدينة الطائف تقع في المملكة العربية السعودية إذن الاستفهام مرة أخرى هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما للسائل للاستفهام أدوات وسوف ندرس في هذا اليوم هذه الأدوات الأولى من ما متى أين كيف كم أي هل ولكل أداة من أدوات الاستفهام مفهوم خاص بها ووظيفة خاصة بها دعونا نتعرف وظائف هذه الأدوات من؟ ويسأل بها عن العاقل من العاقل؟ أي الإنسان ومثالنا على ذلك نقول من أول الخلفاء الراشدين؟ أنا أسأل من أول الخلفاء الراشدين؟ والإجابة هنا استخدمت من؟ لأنني تحدثت عن الإنسان عن أي إنسان فأقول من؟ والإجابة هنا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أول الخلفاء الراشدين؟ إذا كانت من للعاقل فما تستخدم لغير العاقل؟ أي نستخدمها للحيوان والجماد والأشياء غير العاقلة مثالنا هنا ما عنوان الدرس؟ أنا أسأل عن عنوان الدرس وأيضا نعرف حقيقة أن كل أداة استفهام حينما نذكرها في أي جملة نعني بها أن أسلوبنا هنا أسلوب استفهام هذا هو أسلوب الاستفهام حينما تدخل أداة الاستفهام على الجملة إذن ما لغير العاقل وكثيرا هذه الملاحظة كثيرا ما تقترن ما باسم الإشارة ذا فنقول ماذا تقرأ؟ وهكذا ماذا تفعل؟ فما لغير العاقل وتقترن بها اسم الإشارة ذا في كثير من الأوقات متى؟ أداة استفهام أخرى ويسأل بها عن الزمان متى يبدأ الاختبار؟ أتيت إلى المدرسة وأريد أن أتعرف وقت الاختبار فأسأل زميلي أو أسأل أستاذي متى يبدأ الاختبار؟ فأسأل هنا عن الوقت فيجيب يبدأ الاختبار في الساعة الثامنة مثلا إذن متى؟ يسأل بها عن الزمان أي الوقت؟ أين؟ أين فلان؟ أين محمد؟ ومثال هنا أين تقع مدرستك؟ أين تقع مدرستك؟ إذن هنا أسأل بها عن المكان أريد أن أعرف مكان المدرسة فيجيب تقع مدرستك في محافظة المحرق أين؟ للمكان كيف؟ ويسأل بها عن الحال باختصار نقولها دائما كيف حالك؟ حينما نرى شخصا لم نره كيف حالك؟ ومثال هنا كيف تذاكر دروسك؟ كيف تذاكر دروسك؟ استخدمت كيف هنا للسؤال عن حال مذاكرتك لدروسك فتجيب أذاكر ساعة وأرتاح ساعة إذن كيف؟ للحال كم؟ نستخدمها كثيرا كثيرا نستخدمها وهي للعدد ومثالنا معروف كم معك من النقود؟ في كل يوم تقريبا نستخدم هذه الأدات كم معك من النقود؟ فتجيب معي عشرون دينارا إذن كم هنا استخدمت للعدد؟ وفي المثال السؤال عن عدد النقود أي؟ ويسأل بها للتعيين سواء كانت للعاقل أو لغير العاقل مثال أي المواد؟ أي المواد تفضل؟ أي المواد تفضل؟ استخدمت أي هنا لتعيين المادة؟ هل تفضل هذه المادة أم تلك؟ فيجيب شخصيا سأقول اللغة العربية وهنا أيضا الإجابة للغة العربية أجاب هنا أفضل مادة عندي هي مادة اللغة العربية فالأي للتعيين سواء كان للعاقل أو لغير العاقل نأتي إلى بعض التدريبات التي ستكون في متناولكم أيها الطلبة والطالبات أسوال الأول ضع كل أدات من أدوات الاستفام في مكانها المناسب من؟ أين؟ متى؟ كم؟ أسوال الأول موجود نقط ثم تقع قلعة عراد حينما نسأل عن قلعة عراد ماذا نقول؟ هل نقول من؟ تقع قلعة عراد من؟ قلنا للعاقل وهنا نتحدث عن قلعة إذن نستبعد من؟ أين؟ أين؟ قلنا هي للمكان والهنا سؤال عن المكان إذن لو قلنا أين تقع قلعة عراد إذن هي ما نريد بالضبط أين هي ما نريد بالضبط أين تقع قلعة عراد وليست متى؟ أين تقع قلعة عراد سؤال الثاني نقط ثم سافر والدك سافر والدك لو قلنا من؟ من للعاقل؟ وهنا نتحدث عن السفر وهنا كم؟ للعدد ونحن هنا لا نريد عددا إذن نريد أن نتعرف الوقت متى سافر والدك؟ نريد أن نعرف الوقت رقم ثلاثة حضر اليوم من الطلبة حضر اليوم من الطلبة نأتي بالعكس هنا لنأخذ نقول متى حضر اليوم؟ لا تناسب المعنى لأن متى؟ للوقت وهنا لا تحدثوا عن الوقت أين؟ لا تناسب المعنى أيضا ذهبت أين حضر اليوم؟ لا تصلح إذن الإجابة تكون من حضر اليوم من الطلبة؟ من حضر اليوم من الطلبة؟ من للعاقل؟ وهنا تحدثنا عن الطلبة نواصل في التدريبات معك من النقود معك من النقود إذا كان الحديث عن النقود؟ ففق تماما أن السؤال هنا لا بد أن نأتي إلى العدد والعدد هذه التي نستخدمها باستمرار كم إجابتنا؟ كم إجابتنا؟ كم معك من النقود؟ وليست هل؟ وليست كيف؟ ذاكرت اليوم؟ نقول كم ذاكرت اليوم؟ ليس بالعدد من ذاكرت اليوم؟ الخطاب ليس للعاقل إذن الإجابة هل ذاكرت اليوم؟ أسأل هل ذاكرت اليوم؟ فيجيب بنعم أو لا حال والدك اليوم حال والدك اليوم السؤال هنا عن الحال وقلنا أن كيف هي التي تختص بالحال كيف هي التي تختص بالحال؟ وليست هل؟ وليست كم؟ وصلنا إلى الختام هذه أدوات الاستفام أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء